السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مسأسماء على قناة ساينسوز مسأسماء حبيبي أهلا بيك وحبيبي النهاردة ان شاء الله هنبدأ ناخد يونت 1 لسن 2 جرافيك ريبريزنتيشن اف اموفنج ان ستريت لين بورت 1 اللسن ده هيكون على 2 بورت وشير كتير للفيديو عشان ننتظر بورت 2 نبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عن نمال الناسون بتاعنا التمثيل البياني للحركة في خط مشتقيم يعني ازاي هقدر اعمل جراف عشان يبين relation in straight line طيب الماثيماتيكالز والفيزيست اللي هما الفيزيائيين وعلماء الرياضة حاولوا يوجدوا relation between the variable of the physical quantities ما بين ال variable physical quantities المختلفة عشان يوصفوا الظاهرة اللي شافوها دي فبيحاولوا يفسروها عن طريق ان هما يعملوا lose يعملوا table يعملوا graph عن طريق من graph او من table ده يحاولوا يجيبوا القانون اللي احنا بنبدأ بعد كده نحل بيه المسائل بتاعتنا طيب يعملوا يجينا سؤال كده ويقولنا طب هما ليه الفيزيست use other mathematical relation like graph and table بيحاولوا يستخدموا حاجات زي graphs والtable عشان الحاجات دي بتسهل عليهم فهم ايه النتائج العملية يعني انا عملت عملت تجربة في المعمل عندي فانا محتاج اعرف الresults دي هتوصلني لايه فانا بحاول اعمل table ما بين زي مثلا distance with time two factors دول عشان اشوف ايه relation ما بين الاثنين في الحالة دي تمام ايه نتائج العملية اللي انا عملتها نتيجة الexperiment اللي انا عملتها وانا كمان اتنبأ بالعلاقة ما بين العلاقات الفيزيائية او الكيميات الفيزيائية المختلفة ويدسكرايب the physical phenomena in an easier way وانا ابدأ اوصف العلاقات الفيزيائية بطريقة سهلة هنبدأ بقى نتكلم عن بتاع الحركة السرعة المنتظمة طيب انا عشان امثله بيانيا هعمل experiment سهلة خالص ان انا هجيب عربية لعبة شغلة ببطارية عادي smooth wooden board و metric strap و stop wall 2 marker الفكرة كلها ان انا play the wooden board in a horizontal position احطه كده في وضع افقي و put two marker a and b to a limit distance اللي هي مثلا distance d from a to b مثلا اللي تكون 40 سنتيمتر a b دي ممكن تكون 50 سنتيمتر and so on وفي كل مرة اشغل العربية بتاعتي وهاشوف هتقطع المسافة المحددة اللي احددتها دي في طايم قد اي من خلال stop watch عندي تمام وهاعمل كده table ما بين time والdistance time distance time distance time distance بعد ما اعمل time distance انا عارف ان اللي speed equal a d over t صح اللي هي distance divided time كل مرة هجيب speed فمسلا هنا في الtable الادامي في الاول كان مثلا distance عندي 0.4 وال الاسفة distance 0.4 والtime كان 5 second لما عملنا d over t طلعت 0.08 التانية 0.6 meter في 7.5 انها اسمها تطلع نفس الرقم وهكذا لما جينا نعمل graphical representation ما بين distance والtime ورسمت ال data اللي طلعت لدي ووصلت النقط ببعضها لقيت هاتتني straight line passing through the origin يعني خط مستقيم بيمر بنقطة الصفرية بال zero point طيب لما اجي ارسم علاقة ما بين speed والtime هلاقيها طلعت straight line parallel to the x axis اللي هو time ليه لان السرعة سبتة مع مرور الوقت هو ماشي بنفس السرعة مهما اتغير الوقت فسرعته منتظمة فعشان كده لما عمل graphical representation في speed time هلاقي straight line parallel to the x axis وإنما لما عمل distance مع time هلاقي straight line passing through the origin يبقى معنا كده ان normal speed أو uniform speed أو regular speed بتمثل بها درقتين distance to time graph أي straight line passing through the origin speed time graph straight line parallel to the x axis طيب احنا اتفقنا وقلنا distance time نقز لان distance is directly proportional to the time when the object move at constant speed كل ما distance هتزيد كل ما time هتزيد لان انا ماشي بنفس الصرعة تمام يبقى 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 سرعة سرعة سبتة تمام هي ما تغيرتش سرعات سبتة مش بتتغير فكل ما distance هتزيد كل ما time بتاعي هيزيد يبقى العلاقة ما بين distance with time directly proportional علاقة تردية يبقى ما يقول لي relation في regular speed the relation distance time is represented as straight line passing through the origin only because the distance is directly proportional to the time when the speed is constant تمام لما الاسبيت تابع constant طيب لما عمل speed time graph بيطل straight line parallel to the time axis اللي هو x axis اقول because the object is beat remain constant as time passes انا ماشي بنفس الصرعة مع مرور الزمن ماشي بصوراة مية على طول على طول فمهما الزمن تغير بعد الساعة بعد اثنين بعد ثلاثة انا ماشي بنفس الصرعة اللي هي 100 meter per second أو 100 kilometer per hour فماش هتتغير as time increase the speed remain constant عشان انا ماشي بريجلر speed طيب تعالوا كده لو انا شفت الجراف الاخير ده distance مع time طلع لي straight line كده parallel to time axis يعني ايه هفهم من ايه ان مسافة مع مرور الوقت نفس المسافة بعد 10 دقايق بعد 20 ديق 50 ديق هو عند the same distance يبقى معنى كده ان الجسم بتاع ايه بالزبط كده constant ثابت ما بيتحركش الobject بتاع is at rest يبقى انا لو عندي distance time graph وطلع straight line parallel to time axis يبقى معنى كده ان الobject is at rest طيب تعالوا كده نشوف ال graph اللي قدامنا ده يقولينا from the object graph هو وعطيني distance time تمام وطالب مني mention the kind of the speed of this body طبعا هو straight line path through the origin يبقى طبيعا انه ماشي regular speed regular speed هبصت هنا لو جيت حسبتها هلقيها 20 divided 1 ب20 meter per second لو 40 divided 2 هتطلع 20 meter per second 60 divided 3 20 meter per second 80 divided 4 20 meter per second 100 divided 5 20 meter per second فهو كده ال speed is regular speed calculate the speed of this body احنا لسه حسبينها دلوقتي وبعد كيف وشوف وشوف قطعت قطعت دقيع على distance هلاقي عند 3 second قطعت 60 بحو add 3 seconds it covered 60 meter و add 5 seconds it covered 100 meters طيب بعد كده عطينا table و distance وطالب مني اني انا represent the object table represents the relation graphical فانا الاول حاجة هرسم هرسم ازاي هرسم distance و time وابده احط time بتاعي 1 2 3 4 5 distance 5 10 15 20 25 احط العلم على كل واحدة بالنقطة بتاعتها وبعد كده اوصلها بالرولر عندي تطلع straight line passing through the origin تاني حاجة calculate the speed from the graph من ال graph عندي هبدأ احسب ال speed هاختر اي نقطة وليكن 15 على divided 3 هتطلع ب5 meter per second لو اخذت 20 divided 4 ب5 meter per second the kind of the speed طبعا regular speed لان هي because the distance time graph is represented by a straight line passing through the origin اللي هي ازاي امثلها بيانيا طب تعالوا بقى ناخدوا دي ال example ده رذيز جدا زي ما انا شايف كده هو عاطيني حركة جسم من a لل b ومن b لل c ومن c لل d اول حاجة من على graph كده بيقول لنا calculate the average speed of the bike during the trip احسب لي average speed بتاعة during the distance اقصى مسافة اخدها كده 50 يبقى ال average speed بتاعته 50 divided 5 10 km per hour من على graph انا جبت اقصى مسافة مسافة كلية على الزمن كلي يبقى 50 divided 5 10 km per hour طيب يعني كده بيقول لنا what is the period in which is a bike stop عنه نقطة او عنه مرحلة كانت الbike عنتي وقفة لما اجي ابص انا فاكر ان body at rest لما يبقى distance time straight line parallel to x axis المنطقة parallel to x axis هي pc يبقى دي الperiod اللي كان فيها الobject بتاع at rest تمام يبقى هنا كان من كان من عند 2 hour لغاية 4 hour اللي هي كم ساعة بالزبط 2 2 2 hour 4 minus 2 equal 2 hours تمام يبقى kilometer per hour وبرضو في cd كان ماشي regular speed لما احسب ها هلاقيها 50 مثلا divided 5 هو بدء من 20 ناهي 50 فانا هجيب النهى 50 minus 20 اللي هي المسافة القطعة 50 minus 20 30 على total time اللي هي 5 minus 4 1 هتطلع 30 kilometer per hour يبه كان ماشي regular speed at a b and c d تمام الاسpeed عند cd من البداية للنهاية اللي هي v1 وال v2 الاسفة دي total distance total distance عندي او المسافة اللي قطعها في الفترة دي من 4 ال 5 الساعة اللي هي في خلال الساعة قطع مسافة كام كان الكيرف عنده 20 تمام وقطع لغاية 50 يبقى 50 minus 20 30 divided a divided 1 يبقى 30 kilometer per hour طبعا بالسرعة اقصى سرعة اكت سرعت واعلى طبعا في cd هي اللي كانت اعلى من a b يبقى انا كده من الليسن فهمت ازاي اعمل relationship وامثل العلاقة graphic representation ما بين time وال distance وما بين speed والtime دي كانت regular speed طب لو irregular irregular speed مش بلاقيها straight line انا بلاقيها طلع لي curved كده بالشكل ده طلع curve مش طلع straight line يبقى معنى كده انها ماشي irregular speed لما عمل distance time ويطلع لي curve كده تدى بتقليل وانت تضيل الفيديو جديد اشتركوا في القناة